اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متفرقة من المطر كان تركيزها في المناطق الشمالية حيث بلغت اعلى كمية خطول في المناطق الشمالية بلغت بحدود 20 مليمتر ونهار هذا اليوم تناقص تأثير امتدار المنقفض الجوي هذا وبدأت الاجواء بالاستقرار تدريجيا وبناء عليه فان الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء تقريبا صافية باردة نسبيا درجة الحرارة الصغرى في عمان 8 درجات مئوية الملموسة 7 درجات نسبة الرطوبة النسبية مرتفعة وبالتالي هناك فرصة لتشكل الضباب خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وهذا طبعا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية بشكل واضح في هذه المناطق خاصة في ساعة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر احوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة يوم الثلاثاء انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة اجواء باردة نسبيا بشكل عام غائمة جزئيا مشمسة يتخلى لها ظهور بعض السحب ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان 13 درج مئوية والاجواء اثناء الليل باردة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية يوم الاربعة ايضا اجواء مشمسة نهارا درجات الحرارة اقل من المعدل بقليل ما بين درجة الى درجتين يتخلى الاجواء ظهور بعض السحب احيانا والعظمى متوقعة في عمان بحدود 13 والاجواء اثناء الليل باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية لكن يوم الاربعة ليلا ليلة الاربعة على الخميس تتكاثر الغيوم تدريجيا تصبح تقريبا الاجواء غائمة جزئيا اثناء الليل يوم الخميس تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد هذا المنخفض يصنف من الدرجة الاولى حسب تصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية وهو الاضعف تقريبا من حيث التأثير لكن باذن الله هذا يؤدي الى تكاثر الغيوب وسقوط الامطار باذن الله في اماكن متفرقة من المملكة والاجواء يوم الخميس غائمة جزئيا الى غائمة تسقط زخات متفرقة من المطر على فترات وفي اماكن مختلفة العظمى المتوقعة في عمان بحدود 12-13 درجة مئوية والاجواء يوم الخميس اثناء الليل ايضا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر والصغرى المتوقعة 9 درجات مئوية ويوم الجمعة في انخفاض واضح ايضا على درجات الحرارة بحيث تكون الاجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا ملخص لاحوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة هذه الليلة نتوقع حدوث وتشكل الضباب وبالتالي خاصة في مناطق البادية وسهول الشرقية والمرتفعات الجبلية وهذا يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية نرجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر وبشكل عام الاجواء باردة نسبيا ويوم الخميس ان شاء الله في منخفض جوي يؤدي الى تكاثر الغيوم وسقوط الامطار في مناطق مختلفة من المملكة اعزائي المشاهدين هذا كل ما لدينا هذا اليوم والى اللقاء اشتركوا في القناة